موسيقى امت قدمتك ولا لسه؟ لا استاذ سعيد احنا مش ضيوف على الصف الثاني صحيح احنا خلاص بينا انصر اساسي في الصف الثاني الاعدادي اه فالصف الثاني الاعدادي مع استاذ علاء النهاردة مجهزين يا استاذ علاء قبل ما نقول انه صعب او سهل ان شاء الله هناخد اخر درس في القواعد النحوية المقررة علينا وهو درس التوكيد بس انا عاوز اقول حاجة لولادنا في حت التوكيد دي التوكيد ده هنحتاجه في النصوص بنحتاجه في كل يعني يمكن ساعات احنا قلنا النعت والحال والدنيا دي كلها شغالة نحو لكن التوكيد ده تحديدا بشتغلوا في اكتر من حاجة بل ايه انا 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 في مواطن الجمال اقول لك اصيح هنا فيه توكيد وهنا فيه كان بيقعد فبشتغلوا في اكتر من حاجة عشان كده بقول ليولادنا اه مصحقوا في حيتي التوكيد دي ونعرف يعني ايه توكيد بس قبل ما نعرف هل فيه حروف للتوكيد اه طبعا فيه حروف اللي احنا زي ما حددك قلت دلوقتي لا بنتستخدمها فيه اساليب التوكيد اللي هي الادوات بتاعتها اه زي ان وزي قد وزي اللام وممكن نجمع اللام مع قد تبقى لقد طبعا انا عارز اكتبقى لولادنا يمسع ناشي يبقى حروف التوكيد ان عشان احسن لك سؤال تاني ان وعندي قد ولقد وطبعا اللام حلو قوي انا هشتغل بس على انا وانا تمام زمان كده قبل ما اولادنا يجبروا يعرفوا ان ده توكيد كان دي بالنسبة لنا انا وانا حروف نسيخ حروف نسيخ هلتغير منها شيء لا ايه طبعا مش ايه التوكيد في المعنى فقط يعني هو اضيف لها امشن زيادة اه انها بقت بدل هي شغال هي هتشتغل كده كده هتشتغل على انها تنصب المبتدأ وترفع الخبر تماما بش حال بس زودت عليها انها ايه بتؤكد بتؤكد تمام كده الوظيفة النحوية بتاعتها سبتة ولكن بندناها معنى تاني وهي معنى الايه معنى التوكيد تمام طيب نيجي بقى للدرس بتاعنا هلأساسي اللي هو معنا اللي هو درس الايه التوكيد اولا ايه هو التوكيد التوكيد هو تابع من التوابع وانا نحط خاطة تحت كلمة ايه تابع لان ديها معنى تاني تابع من التوابع بيؤكد ما قبله اللي بيسمى المؤكد يبقى حين كده عندنا توكيد ومؤكد زي ما كان عندنا نعت ومنعوت ومعطوف ومعطوف عليه تمام؟ فبيؤكد ما ايه؟ ما قبله طيب طبعا السؤال المعتاد في الامتحان في درس التوكيد هيجيلي في الاستخراج استخرج توكيد مثلا وعربه او استخرج توكيده وبين نوع معنى كده السعيد ان التوكيد له ايه؟ انواع التوكيده عند نوعين في توكيد لفظي وده اسهل الانواع وفي توكيد معنوي ما هي الكرسة في المعنوي اه يعني انا اللفظي انا قدامي ادواتي وقدامي اداة التوكيد وقدامي الدنيا المؤكد بس الليلة كلها في المعنوي بس نبدأ باللفظي عشان يباولادنا برضو مدركين الحكاية انا لما اقول دلوقتي انا هقول جملة دلوقتي اه علاء وقول لك هي فيها توكيد ولا لا اه انا لما اجي قطعة كده اقول ان جنود مصر شوف بقى هبقول ايه بقى هم خير اجناد الارض انا قلت كده وجملتي وهي جملة انا شايف انها اه فيها لس اللي هقدر استخرجه هقول لك ايه ده حرف ناسخ الحرف الناسخ ده موجود يبقى فيه موجود عندي جوا كده فيه اسم لهذا الحرف وفيه خبر لهذا الحرف اللي انا هطلعه بقى من التوكيد اللي هنا فين التوكيد هنا ويجيني ازيك يا سؤال الجملة هنا طبعا السعيد مفيش فتوكيد ما انا عاوز اقوله بقى انا عاوز اولادنا لانها لسه اقول لهم ايه يا سيزا علي اقول لهم انها بتشترك في انها في ايه ايه توكيد طب هي جات جملة زي كده ان جنود نصر هم خير اجنادي الارض اجنادي الارض تمام اداة التوكيد الوحيدة اللي في الجملة اللي هي ايه ايه ده مين ودي ات مش معانا في التوكيد اللفظ اللي احنا هنتكلم طيب لازم نعرف اولادنا عن ايه توكيد اللفظ التوكيد اللفظ بيأتي بتكرار اللفظ يعني بس الاول قبل كده اه يعني هنا جمليتها مفيش هاتوكيد التوكيد اللي موجود فيها انه بس 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 شوك اللي هو حرف التوكيد الحرف التوكيد الحرف فقط اه وطبعا لما مش هينفع ان انا استخرجه في الامتحان توكيد ايوان يعني عشان بس برضو الطلاب كواسة السعيد انت قلت حاجة زي كده عشان الطالب ما يطلغبطش يقول له مسلا استخرج توكيد في الامتحان فيعتقد انه يستخرج اسلوب الايه طيب يخش على ايه اللي في النصوص مم لأ دي حاجة وديت ايه ودي حاجة لما يقول لك في النصوص استخرج توكيد او اسلوب توكيد يبقى هتدور على الادوات اللي احنا قلنا ايه كل الادوات دي اللي احنا قلنا عليها طيئنا والقود واللام ولا قد لكن اعراب بقى ودنيت ودنيت نحو لأ دي حاجة تاني دي حاجة تاني طيب التوكيد اللفظ دي عندي بيكون بتكرار اللفظ تكرار الكلمة. ممكن الكلمة دي تبقى حرف. ممكن تبقى اسم. ممكن تبقى فعل. يعني لما اجتكلم كده اقول علاء. علاء. اه. الدنيا مسلا حر ولا ولا برد. تمام. كلمة علاء علاء دي. اه. لما ده مكرر طيب اعاوز اكد حياة. اكد عليه. تمام. فمسلا لما اقول ايه? العلم. العلم سلاح والنهضة. طيب السعيد. انا كده كررت كلمة الايه? العلم. كلمة العلم. كررت مرتين. ادي مرة وادي الايه? التاني. التكرار ده بسميه ايه? توكيد لفظ. جميل اوي. دي دي سهل اوي. يعني انا بعنايا كده في القطعة. اه. شفت الكلمة المكررة. يلا انا عندي الكلمة الثانية. هي ده التوكيد اللي عندي بقى اللي انا بتكلم عندي. اه. هي دي خلاص. وهي دي التابع. اللي انا هيعرب على حسب الايه? على حسب اللي قابله. اللي انا اشغال على الكلمة الثانية اللي انا هستخرجها واشوف اللي قبلها بقى كانت مبتدأ كانت كانت هنشتغل على اساسي. اه هو التوكيد يعربه ثابت. تمام. مرفوع او منصوب او مجرور حسب مين? موتابع بقى. حسب اللي ايه اللي قبل. اه. بس ملحوظة بقى يعني ننبه طلابه. مش ممكن يجي لي مسلا في الجملة كده السعيد في القطعة. يقول لي ايه? نفس الجملة. العلم سلاح النهضة. الجملة كده انتهت. تمام? والعلم هو هدف مصر في المرحلة القادمة. طالب بقى يقول لي ايه? خلاص يا اساسي. ما عندي انا كلمة العلم. ودي مكررة. الكررة يتمرت مرتين. اه. عندي العلمات. انا شايفها دلوقتي اقول ايه? والعلمات. يبقى التوكيد. انا جري. جري وراح للجملة التانية. لا. ده ليس ايه? ده ليس التوكيد. التوكيد بيبقى في نفس الجملة. جملتي اللي بتنتهي بنقطة او الحاجة اللي عندي دي. فيها كلمتات مكررتان. يعني اللي عندي. اه. لكن رحت لجملة تانية خلاص بقت بيبدأ جملة تانية وكلام تاني. خلاص دي حاجة تانية خرجت من ايه? من بيت التاني بيت التوكيد اللي عندي. يبقى دي ليست ايه? ليست بيه اه التوكيد. تمام? طيب. يبقى احنا لو عربنا بقى طبعا اللي هو الجمدة اللي نرجع لها تانية بقى لكلمة جملة العلم. العلم سلاح والنهضة. يبقى هنعرف كلمة العلم التانية ايه? توكيد لفظي طبعا يبقى ايه? مرفوع. وعلامة رفعيه لايه? الضمة. ده بناء على ان ايه? العلم الاولى مبتدأ مرفوع علامة رفعه. لانه طبعا بيتبع ما قبله في العلم الاولى هنقريبها مبتدأ ايه? مرفوع وعلامة رفعيه لايه? الضمة. تمام. اظن التوكيد اللي افضل يمفيش مشكلة. خلاص انها كده خلصت. اه. ما بقتش فيها كلام ايه. نيجي بقى لمين بالتوكيد المعنوي? اللي محتاج من هنا تركيش شوية. هي كلمة معنوي الاول. مم. غير ملحوظ غير مرئي. لكن ايه انت انت هتشوف اتشعر به في 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 الكلمة او في الكلام اللي موجود. هو له الفاظ معينة. بتؤدي معناه. اه. بس الالفاظ محتاجها حيطة وحزر. ايوة. استخراجها لان الالفاظ دي لها معاني تانية. فممكن في القطع يجيب لك نفس اللفظ ولكن بيديك معنى تاني غير معنى. خرج من التوكيد. اه غير معنى لايه التوكيد. طيب ايه هي الالفاظ بتاعت التوكيد المعنوي. اول حاجة عندي كلمة نفس وكلمة عين. على فكرة كنت بسمحها وانا زمان كده يقول لك التوكيد بالنفس والعين. بالنفس والعين. بس ما كنتش عارف على فكرة دور على النفس فين والعين فين ما كنتش لقيه. وادور ايه بقى النفس انا فكرتها نفس يعني. ايوة. ايوة. والعين بقى اللي انا بشوف بها. لكن طلعت حاجة تانية صح? اه. اكيد. النفس الشخص نفسه يعني. اه. طبعا هم اللي اتنين معناهم واحدة. اللي هي انت نفسك. اه. اللي عملت الحاجة دي. ايوة. هي كده بنفس المعنى. طبعا عندي اللي ما اتكلم على النفس كاينة بتكلم على ايه? على عين. الاتنين معناهم ايه? معناهم واحدة. بس عشان اقول ان كلمة نفس وكلمة عين التوكيد لازم لهم شروط. الشرط الاول لازم يتصل بها ضمير. في نفس وعين. اه يعود على المؤكد. الحاجة اللي انا هاكدها. ماشي? ايوة. يعني انا بتكلم على اه مسلا زجاجة الماء دي. اه. اما رأيت الزجاجة نفسها. لازم الزجاجة دي تبقى نفسها هي. الهاء دي عيدة على مين? اه. على الزجاج. يعني نكتب بمسال السعيد عشان طلابنا يفهموا اكتر. اما اقول ناجح الطالب نفسه هو. هو هو يعني هو ده هو الطالب ده. او عينه. اه. تمام كده? يبقى عندي هنا التوكيد اللي هو كلمة ايه? النفس او نفسه هو عينه. اتطبق فيه الشرط? اه. اتطبق في ايه? اللي احنا قلناه. اه. اللي هو ان اتصل بي ايه? اتصل بي ضمير اهو. يعود على كلمة نفسها. على المؤكد. تمام? تمام. طب ايه الشرط التانية والسعيد? ان التوكيد عمتا المعنوي او اللفظي حتى ازا حزف من الجملة لا يؤثر في معناها. سقط التوكيد تفضل الجملة تامة. معناها تامة. تمام? طب نكتب جملتين كده لطلابنا ونشوف انهي جملة هيبقى فيها توكيد والتانية مفيش فيها ايه? مفيش فيها التوكيد. اهو. اما قول ايه? حضر الطالب نفسه الى الايه? الى المدرسة. تمام? ظلم الكافر نفسه. ماشي السعيد? جاب لي جملتين وقال لي استخرج توكيد او بين انهي جملة فيها ايه? فيها توكيد في الجملة. انا لسه بادرس التوكيد لاول مرة وشايف كلمة نفس. اه. والنفس فيها الضمير. اهو نعلم عليه. انا بقول بقى انا حل لانا ليها ان الكلمتين دول توكيد. توكيد. نفسه ونفسه هي هي. ده زي ده. ده يا سعيد. عشان حضرتك ركزت في الشرط الاول. ايوة. لو شرط السهل. تمام. اللي هو فيه الضمير. فانا لقيت الضمير قلت خلاص رايحة دماغي. وقلت خلاص هو دي الايه? التوكيد. لا. بس فيه شرط تاني. اكيد لازم يكون في دماغك ايضا. اللي هو ايه? ان انت لو ان التوكيد. اه. لا يؤثر في معنى. بيضيف معنى. مم. ولكن المعنى الاساسي للجملة لسه هي? لسه موجود. طب تعال كده نعب اللعبة ده الصعيد ونحزف. ماشي الكلمتين من الجملتين. قلت حضرت طالب وشلنا كلمة نفسها. ولا حاجة. حضرت طالب الى المدرسة. وصلت ولا ما وصلتش. هو وصلت جدا. مفهومة. اه. يبقى ازا دي توقيت. وانا مغمض على طبق. ليه? لان التوكيد زي ما قلنا ما بيقصرش في معنى ليه? الجملة. طيب لو شلنا الكلمة التانية بقى في الجملة. ظلم الكافر. الكافر وبس. نقص. صح? اه. ما ممكن يكون ظلم حد تاني. اه. ما ظلمش نفسه. تمام. هي كلمة تكمل معنى. اه. تكمل لمعنى اللي موجودة. يبقى نفسها هنا بره بره التوكيد لانها زي حيطل ايه? او لما لما نقصت نقصت للمعنى. نعم. تمام. يعني فقدت ركني اساسي من اركان الايه? من اركان الجملة طبعا هنا المفعول ايه? المفعول به. مم. يعني لما تشتغل توكيد ازا مشت. اه. تمام. احنا قلنا تأثيرها بس كده الجملة بتزيد المعنى. تؤكد المعنى. مش اكتر من كده. لكن مشت معاقل في سلامة. مش عاوزينك. يبقى ديت حاجة مهمة جدا. بقلونا لطلابنا انه وانت بتقرأ القطعة لازم تركز جدا جدا جدا. وخصوصا اه الكلمات واضحة يا فسعلا. اه. يعني انا عندي اه اه دلوقتي على القلف اللي موجودين معايا دلوقتي النفس والعين. انا عيني على الكلمتين. طب نفسه وعين. بعد حسفهم ووجود الضمير. انا انا اشترطت دلوقتي ان الضمير اتواجد في الاتنين. تمام. احزف ويعيش مع الجملة. انت تت الجملة تمة يبقى انت في توكيد. تمام. مقصت جملة مقصت معنى انت دخلت في حتة تانية يبقى انت اشتغل على انها دي مش توكيد. ويركز ايضا يعني برضو انا عاوزه الشرطين يبقى قدام عينيها السعيد. اه. عشان ما ممكن يجيله في الانتحان كلمة نفسة بس. لا ما حقولنا الضمير لازم يكمل. اه. يعني مكاملة من جميع الاركان يعني في ضمير موجودة مؤسرة او غير مؤسرة. او غير مؤسرة في المعنى. تمام? يبقى عندي كده اول لفظين من الفاظ التوكيد المعنوي اللي هي كلمة نفس وكلمة ايه? عين وملحوظة طبعا انه الكلمتين دول بيؤكدوا المفرد والمسنة والايه? والجمع. والجمع. يعني بيجوا مع التلاتة. اه اه اكبر في الكلمة. اه. يعني خليها مسنة خليها جمع هتكبر معك هي بتكبر مع مع الكلمة نفسها. تمام. طيب نيجي بعد كده المين لكل وايه? كل وجميع. دول لفظين تانيين. كل وايه? وجميع. دول بنأكد فيها الحاجة اللي لها اجزاء. ممكن تتجزق يعني. فاقول لي مثلا قرأتوا. القرآن كلهم. حلوان. تمام? جملة تانية حضرة المدعوونة كلهم. طيب بس يعني للربط بس عشان يبقى سؤال واضح وصريح يعني. انا كان عندي في البدل حاجة اسمها بدل بعض من كل. اه. حلو كده? اه. يعني انا انا الجزء اللي موجود عندي وفيه الايه? ان انا اخد جزء من الايه? من هزا الكل. هل في كل دي? اللي هي بتاعت التوكيد دي اللي عندي? اه. علاقة ما بينها وبينها بدل بعض من كل? طبعا ده السؤال ده موجه لطلاب الشهادة الاعدادية. ايوة. اكيد ان شاء الله يكونوا اكيد متابعينها ان شاء الله. على فكرة. الطلبة عندي لما بقولها بقى. احنا عندنا اربع حلقات. اه. سادس ابتدائي. اول اعدادي. تاني اعدادي. ثالث اعداد. الاربعة هي اسمها حلقة مدرسة على الهوى للأسرة. ايوة. انا على فكرة والله في اولياء امور بيتصلوا باقي. انا احنا كنا متابعين كان فيه كذا. ده كان فيه والله حصل كذا. وتفسر ليهم. ازا في الاسرة كاملة. احنا. اكيد طبعا. احنا ان هم يتابعوا. من بداية الحلقة. تمام? من صف السادس عشان ده تذكير لهم بالايه بالقواعد اللي هم اه السابقة يعني. طيب اه علاقة كل وجميع بالبدل طبعا ان قلنا فيه بدل بعض من ايه? بعض من كل. طبعا اه لو جالي اه لا كلمة كل ليست من انواع البدل. تمام? ازا انا بتكلم انا عاوز اقول. اه ايوان انا فاهم اه. اللفظ نفسه. اه اه. بس عشان ما ما ادخلهاش فيها. مش بدل. مش بدل. مش بدل. بس. هو حضرتك اللغبطة ممكن تيجي منين? ان البدل اسمه ايه? بعض من كل. ايوة. فممكن نطلب قولك. اه يبقى عندي كلمة بعض وكلمة ايه? وكل. لا. يعني ما هو نفهم بقى المعنى. بعض من كل يعني جزء منه. تمام? ده ملوش علاقة بالايه بالبدل. التوكيد عندنا بقى كله. كلمة كله وكلمة الجميع يعني الحاجة ايه? الحاجة كلها. اما البدل ان شاء الله بيبقى جزء حاجة منه. تمام? يبقى عندي هنا حضرة او قراءة القرآن ايه? كله او جميعه. كلمة عليه هو كلمة على ايه? تمام. جميعه. تمام? قراءة القرآن كله او حضرة المدعونة ايه? اه كله. تمام? عند هنا كلمة كله نفزت الشرطة السعيد اللي احنا قلناه. انا جي فيها الايه? الضمير. ماشي? وكلمة جميعه كذلك. طيب برضو السعيد ممكن نحزف. صح? لازم الاتنينة تحزفوا. اه. لو تحزفوا ما تقدوني معنا الجملة سليمة. اه. بها هو ده التوكيد. قرأت القرآن. بس خلاص. الجملة هي مكونة من فعل وفاعل ومفاعل. خلاص خلصت. حضرة المدعون. حضرة. مكونة من فعل وفاعل. اه. لانه طبعا حضرة هي فعلة لازم. ما بحتاجش مفعول ايه? مفعول بي. يبقى ازا كلمة كله جماعة وتوكيد. خلاص اعرابوا ايه? هم. توكيد معناوي واشوف اللي قبله. قرأت القرآن. يبقى انا عندي مفعول به. هزا المفعول يبقى انا عندي يبقى التوكيد على طول اخش على منصوب. اه تمام. يبقى كلمة كلها توكيد معناه ايه? منصوب. طب الجملة التانية. هم. حضرة المدعوونة. مدعوون كلهم. فاعل. يبقى الفاعل اللي عندي ما هي برضو التوكيد ايه عندي دي ايه? توكيد معناوي ايه? مرفوع. اولادنا بس على فكرة. برضو انا بقول المشاكل اللي بقى لهم. عنده التوكيد رمي على منصوب ما عرفش ايه? اه. انا معرفش والله انا معرفش عشان هو واخد الحال قبله دايما منصوب. اه يعني ايه? رمي على منصوب قوي. يعني التوكيد منصوب يا عمه ده. يعني هو التوكيد واخد الحالات كلها لكن المنصوب بس وانت رمي عليها وقاعد بس ايه? فطبعا نعرف ان التوكيد نشوف انه قابله المؤكد ده. هل هو مرفوع? هل هو منصوب? هل هو مجرور? ويشتغل على اساسه. ما احنا قلنا في بداية حالاتنا السعيدة ان التوكيد تابع. وقلنا نركز في كلمة ايه? تابع طبعا. زي جرناعة زي 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 المعطوف طبعا اللي احنا خدناه. يمين. اخر لفظين معايا في اه التوكيد السعيد التوكيد المعناوي هو كلا وايه? وكلت. اه وهم الاصعب. اه هم الاصعب. عشان كده احنا سبناهم. اه. سبناهم ندخلونا في حتة تانية كده. اه. بس اول احنا الاسهل هو نفس. اه. النفس والعين. وبعدين كل وجميع. ونخش بقى على الاصعب عشان نيجي لايه? لكلا واكلة. كلا وايه? كلا واكلتا. كلا واكلتا دول بيؤكد بهم المسنة فقط. اه. يؤكد بهم لايه? المسنة. يوم مشغلين على المسنة. على المسنة. اه. بشرط اتصالهم ايضا بضمير. لوهاء الغائب. يعني كلمة ضمير دي مشتركة في الاربعة. اه. في الستة بقى دلوقتي. في الستة الفو. في الستة الكلمات. تمام? تمام. اتصالهم بالضمير. لو كلا واكلتا تم اتصالهم بالضمير بيعرابان اعراب المسنة. اذا اتصل بهم ضمير. يعرابان اعراب المسنة. يعني. لو يرفع بالالف. وينصب ويجرب الياء. بالياء. تمام. طيب. تعال نشوف شكلهم ايبقى زيال السعيدة. اما اقول مسلا هنأكد بقى المسنة. حضرة الطالبان. كلا هما. طب نأنس. حضرت. الطالبتان. الطالبتان. كلتا هما. ده في حالة ايه? في حالة الرفع السعيد. يبقى احنا كده اشتغلنا على الرفع. اه. وقالنا نفس الكلام ادي عندي فاعل في حضرة. اللي هو حضرة الطلاب او الطالبات او الطالبان او اللي هي الطالبتان. مم. وكلا وكلا تشتغلوا على نفس الحالة انه الاتنين مرفعين. هنا مؤنس او هنا مذكر الاتنين واحد مرفعين بالالف. مرفعين بالايه? يعني انا عندي ده. اه. مرفوع بالالف. يعني اقول توكيد مع ناوي مرفوع بالالف. تمام. تمام لانه ايه? الالف هنا شغال. ماشي كده. طيب ده بالنسبة للايه? لحالة الرف. طيب لو جئنا حالة النصب بقى. اما اقول لي رأيته. هقولي بقى المعلميني. صح كلا? خلص نصبنا. كلاي. عندي منصوب بالياء. اه. وهنا هيشتغل برضو كلايهما. اللي المفروض عندي هيشتغله على الياء. الياء بتاعت المسمة. اللي هو برضو هيبقى ايه? توكيد منصوب. تمام. على المصب الياء. ورأيته المعلمتين كلتاي هما. اه. يبقى عندي عندي كلايهما. عيوة. المهم الياء اللي عندي دي في الاتنين شغالة. اه. الياء بتاعت الايه? المصب. انا كل انا عملته ان انا قلبت الالف خليتها يعني. طبعا. الالف في كلاهما خليتها ايه? ياء في كلاهما وايه? وكلتا ايهما. نفس الكلام ما عامين مع حالة الايه? حالة الجر. لانها عارفين ان المصنى قلاص بقى بيرفع بالالف وينصب ويجر بالايه? بالياء. بالياء. فلو قلت جملة فيها مسلا وصلتوا الى السيارتين كلتا ايه? كلتا ايه? بقى عندي هنا برضو كلمة كلتا ايهما مجرورة. بلايه? بالياء. لانها طبعا اه بتعرق باعراب الايه? اعراب المسنى. يبقى ده مجرور يبقى مجرور بالعلامة الجر الياء. علامة الجر ايه? علامة الجر هنا طبعا الياء. عايز يعني اه طلابنا ما يتلغبطوش فيها في السعيد. عشان ما يتلغبطش في حط الالف او الالياء في كلمة كلاهما او كلاهما لو جالوا طبعا في اكمل او في الاختيارات. ام. ابص على اللي قابله. المؤكد. ام. لو المؤكد مرفوع اكيد هيجي مرفوع بالايه? بالالف يبقى لازم التوكيد يجي مرفوع بالايه? بالالف. لا انا قلنا نتابع بقى. اه. انا شغل يقوله عنلى قابل الله قابله. وانا عندي boutكلم انا بتعمل مع كلمة مسنى. ام. الكلمة المسنى هشتغل عليها انا عندي علامتين اتنين في المسنى. الف وياه. طيب. عشان تسيبك بقى نصب وجر. اه. انا عندي الف وياه. يبقى ان عندي الف للمرفوع ولا نبيه للايه? يباني شغال. مم. قلبت او راحت على النصب او الجر اشتغل بايه? بتحويل الالف الى ياء. الى. عشان يباية علامة النصب او الجر. الى ياء. طيب احنا اتفقنا خلاص كده ان الكلة وكلة اتصلوا بالضمير هوا. فبيتم اعرابهم اعراب الايه? المثنى. مرفع بالالف وينصب يجرب الايه? بالياء. كده مش كده. هو الضمير. الضمير طبعا. الضمير ده هو الاساس معنا. مم. خلاص? طيب. لو جالنا بقى من غير ضمير. من غير ضمير. اما اقول ايه? كلا. يعني جاية كلا مع نفسها كده. اه. مع نفسها. كلا الطالبين مجتهدين. حلو الاول. هو سؤال بس الاول. مم. كلا بتعامل كأنها او اه او هي من فصيلة الاسماء. نعم. يعني انا لما شوفها كده اقول دي اسم. اه. واسم ببدأ بي جملة. طبعا. انا مش دعه هو هيب ايه بس المهم اسم وبدأت بجملة. اه. يبقى انا عندي كلا دي يعني دي جملة اسمية اللي قدامي. اه. يعني انا محتاج في الجملة دي مبتدأ وخبر. طبعا. مش هيدي اساسا. اه. طيب حلو. كلا بدأنا بها الجملة. تعرب حسب ما لقاح في الجملة. يعني تعرب مبتدأ. اه. يعني حالتها دلوقتي اعربها مبتدأ. مبتدأ. طيب. هل تعامل معاملة المسنة في هذا الاعراب? لا. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة بس مش هسكت. المقدرة. اه مقدرة اللي مش موجودة معاك. طيب تاني بقى هو ده السؤال. اه. انا قلت كلا كلا وسكت ما حطتش ضمير ولا اي شيء وشغال. نعم. حلو كده. فبقت هي اسم واسم ببدأ بيه جملة اسمية بقى مبتدأ ومبتدأ شغال مرفوع وعلامة رفعه الضمة بس زيت عالضمة عشان ما عنديش ما بقدرش اكتبها الضمة الايه المقدرة. المقدرة بقدرها في كلام في في ذهني. ولكن ما بقدرش انطقها. يعني ما نفعش اقول كيلو. ايه كلا. هي مش رأي تتحط. ايه ما تحط. احنا انا المقدرة يعني ايه. اه. انها ما بتتحطش على الايه اواخر الايه. الاواخر الكلمة. تمام. تمام كده. مم. طيب. اه طبع نفس الحالة مع الرافع والايه? مع النصب والجر. شغال. يعني اقول رأيته كلا الطالبين. برضو كلا هتبقى مفعول به منصوب. وعلامة نصبي الفتحة المقدرة. مررته بكلا المعلمين. مم. برضو هنا تبقى كلا اسم مجرور. وعلامة جره الكسرة ليه? الكسرة آآ مقدرة. يعني من غير من غير ضمير فقدت كلا وكلتا بتاعهم او الحالة بتاعتهم او الدنيا اللي بيشتغلوها على انهم ايه توكيد. توكيد. هم كده بيخرجوا من كلمة توكيد خالص. بقوا اسماء عادية تشتغل على حسب موقعها في الجملة وتقول. تمام? نرجع للجملة دي تانية ساعة. مم. كلا الطالبين ايه? مجتهدين. ممكن يجيلي عليها شئال. يقول لي اجعل المبتدأ توكيد. اجعل المبتدأ. لها كلا. لها كلا. اه. خليها ايه بقى. خليها لي. توكيد. نكتب الجملة كده في ورقة كده لوحدها ونحلها. اما اقول ايه? كلا الطالبين مجتهدين. خليني بقى انا انا الطالب اللي هو لسه انت شرح له الدرس فحاوز اطبق فيهم القاعدة. تمام. انت قلتلي تشتغل توكيد امتى كلا? لما يضاف لي هالضمير. نعم. انا باشتغل على الضمير. طيب فين الضمير اللي انا هشتغل عليه دلوقتي? واستمنا بقى قبل ما تقولي الضمير. انت قلتلي ان ده لما بيبقى توكيد لما يبقى توكيد. في كلمة قبل اسمها مؤكد. تمام. طب انا دلوقتي انت بتقول لي جعل المبتدأ. هجعله هو التوكيد. مش لازم اجيب له مؤكد ولا مش لازم? اكيد لازم. فمعناها اننا ما نفعش ابدأ بي الجملة. تمام كده? يبقى عندي كلا الطالبان يبقى هبدأ الجملة بمين? هم. بيه اللي بعده. الله. لما مين? بلازم اسحب بقى المؤكد عشان اشتغل عليه. اه. تمام? بس اركز بقى السعيد. هم. لان اللي بيجي بعد كلا وكلتا من غير ضمير دايما بيعرف مضاف إليه. يعني بيجي مجرور. تمام? اه. فانا هبدأ الجملة بمين? بالطالباني. عمر ما اقول للطالبان. اللي هو المجرور. اه. المجرور هي بها مرفوع. هي بها ايه مرفوع? يقولي الطالبان. ها. كلا هما مكتهدين. تخيل حاجة يا سعلا. طبعا. اه. انا درس التوكيد كان تعبني شوية. يعني تعب بعصابة شوية. انا فهمته بصراحة. الحمد لله. واعتقد ان اولاد ما ان شاء الله في جونه. عشان كده الصف السنة الاعداد كفية عليكم كده. والتوكيد خلص على الحكاية. بقول لكم دلوقتي اقوم واشربوا شاي. واجهزوا للحلقة الجاية نحوه برضو. عشان تستعدوا للصف السالس الاعداد في اللي جاي. استاذ علاء. هنقول لولادنا انتظرونا في الصف السالس. لكن ولادنا الصف الثاني. نستودعكم الله. بس تخليكم معاني.